أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الثامنة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد في مصر مع التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب وتطوير منظومة امتحانات أبناء المصريين في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار حيث وجه سيادته بالتوسع في قاعدة الكليات المتخصصة في العلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي مشددا في هذا الإطار على تطبيق أعلى مستوى لمعايير التعليم المتطور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية الأكاديمية العريضة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الانتهاء من العام الدراسي 2019-2020 ونتائج تنسيق القبول بالجامعات فضلا عن الإجراءات الحالية لاستقبال العام الدراسي الجديد